اهلا بكم انعم الله على بني اسرائيل في التيه بنعم لا تحصى ولا تعد انعم الله عليهم بالغمام لكي يقيهم من حر الشمس وانعم عليهم ايضا بالمن والسلوة ولكن الانسان لا يعيش دون ماء واوشك الماء على النفاذ من بني اسرائيل وبدأ تضمر يدب بين بني اسرائيل وقال بني اسرائيل لموسى عليه السلام اعطونا ماء نشربه لماذا اسعتنا من مصر لتميتنا وابناؤنا ومواشينا من العطش فتوجه موسى لله عز وجل بالتوسل والتضرع والدعاء واذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قل علم كل اناس مشربهم كنوا واشربوا من رزق الله واذكروا نعمتنا عليكم يا بني اسرائيل وانتم عطاش في التيه فدعانا موسى عليه السلام بتوسل وتضرع لنسقي قومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه وخرجت الماء بكوة من اثنتين عشرة عينا طيب وليه اثنتا عشرة عينا معروف ان قبائل بني اسرائيل واصبطها اتناشر علشان كده كان ليهم اتناشر عين وبكده يكون لكل قبيلة عين معلومة فلا يحدث تنازع ولا تزاح فكلوا من المن والسلوى واشربوا من الماء ولا تعثوا ولا تسعوا في الارض مفسدين غاية الافساد كلنا عارفين ان الماء سر الحياة وبدونه يهلك الانسان والحيوان والنبات وخرج الماء من الحجارة معجزة قوية وبرهان ساطع على صدق نبوة موسى عليه السلام واستمرت فترة التيه لمدة 40 سنة والتوسل والتضرع لله عز وجل لنزول الغيث والامطار سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتسمى الاستسقاء في يوم جمعة بينما الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر قام أعربي وقال يا رسول الله هلك المال وجع ليال فادعوا الله لنا أن يسقينا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وأخذ يده ويتوسل ويتضرع إلى الله عز وجل وما ذال على هذا الحال حتى أتى السحاب مثل الجبال وظلت الامطار تنهمل لمدة اسبوع كامل حتى جاء الأعربي وقال يا رسول الله تهدم البناء وغرك المال فادعوا الله لنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا فانقشع المطر ما فيش عندنا أدنى شك إن معجزة تفجر الماء من الحجر معجزة عظيمة لسيدنا موسى عليه السلام ولكن الأعظم منها هو تفجر الماء من بين أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم أعد تفكر ليه الماء ما جاتش من الغمام اللي كان يظل البني إسرائيل وأتى من الحجر أكيد عشان بني إسرائيل قوم دايما متذمرين فلما تأتي معجزة مستمرة بينهم لعلهم يؤمنون ويهتدون الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه في تأملاتي في هذه الآية يقول من رحمة الله عز وجل أن الماء يغطي ثلاث تربع مساحة الكرة الأرضية فلو عندنا مثلا كوب من الماء نسبة التبخر من الكباية حيكون بطيء لكن لو كبهنا الكباية على الأرض نسبة التبخر حتكون سريعة وبالطريقة دي تتكون السحاب السقال التي تسقي كل من النبات والحيوان والإنسان لكن تظل مشكلة أن السحاب ما بيمطرش في كل مكان فكانت رحمة الله عز وجل وصار الماء المنهامر ينزل إلى بطن الأرض في شكل ينابيع وبعد كده بيظهر على شكل آبار وعيون وكده رحمة ربنا سبحانه وتعالى بيتصل لكل إنسان وكل حيوان وكل نبات المشكلة مش في ندرة المياه المشكلة الحقيقة في طمع وجوه خود الإنسان وقتال الإنسان لأخيه الإنسان على الماء كان ممكن الماء بمنتهى السهولة يتفجر من الحجر دون ضرب موسى للحجر بالعصى ولكن الله عز وجل أمر موسى بضرب الحجر بالعصى وده بكل تأكيد يرجع لأن باني إسرائيل قوم ماديون فكان لازم يروا المعجزة بانيهم وبالعقل كده لما ضرب العصى بالحجر مين اللي ممكن يتأثر ويتحطم أكيد العصى مش الحجر الموضوع كله كان مجرد أخذ بالأسباب وده أقرب ما يكون بموقف تاني حصل مع السيدة مريم أم عيسى عليه السلام وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وأنا بمنتهى البساطة بشوفة الاستسقاء هو إثبات لوحدانية الله عز وجل فلا يصح أن نأخذ مع الله شريك ولا مثيل ولا شبيه الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه يقول إن جمال الكرآن في قلة اللفظ وكمال المعنى المفهوم والمعلوم فيفهم من الآية الكريمة رغم قلة اللفظ أنه حدث نضرة للماء في بني إسرائيل فتوجه موسى عليه السلام بالتضرع والتوسل لله عز وجل أن يسقي قومه وقبل كده قلنا إن موسى أصلها موشى دي كلمة مصرية قبطية ومعناها ما بين الماء والشجر وسبحان الله معظم عجزات سيدنا موسى كانت ما بين الماء والشجر اللي هو العصى وإذا كان نعمة تفجر الماء من الحجر للسلف من بني إسرائيل فهي أيضا نعمة للخلف فلولا وجود الماء لمات السلف ولم يأتي الخلف من بني إسرائيل وكل العجب لبني إسرائيل أغضق الله عليهم بنعم لا تحصى ولا تعد في التيه وقابلوا ذلك بالجحود والعسيان والطغيان ولا تعثوا في الأرض مفسدين أينما ظهر اليهود ظهر الفساد والإفساد فينشرون الفواحش والربا وينشرون الموبقات بكل أشكالها ويثيرون الحروب والنزاعات في الوطن الواحد تحسن ده شخصيتهم وتركبتهم النفسية وكان من عصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم العبدالله بن عباس رضي الله عنه أرضاه إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر